من ينظر إلى هذه الكرة لا يتوقع التكنولوجيا المتطورة والدقيقة الموجودة بداخلها تبدو كأي كرة عادية لكن هذه الكرة سوف تقدم حلاً بسيطاً ورخيصاً لكثير من أصائدي الأسماك لإيجاد مكان وجود الأسماك في المياه بدلاً عن قوارب متطورة غالية الثمن تكمن هذه التكنولوجيا بداخلها كيف يمكن لكرة بسيطة وصغيرة حجم أن تتضمن كل هذه التكنولوجيا المتطورة؟ في الماضي عادة كان يجب أن يتوفر لديك قارب كبير وباهظ الثمن حتى تتمكن من الحصول على هذه التكنولوجيا لكننا اليوم تمكننا من توفير هذه التكنولوجيا للمستخدمين في حجم صغير ويمكن حملها من مكان لآخر هذا الجهاز يمتاز بقدراته على الطفل وهو جهاز السونار يعتمد في عمله على بلوتوث وهو يعمل على نقل الإشارات إلى هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي دون الحاجة إلى أسلاك أو بطاريات كبيرة الحجم وهو قابل للشحن وبطاريته تدوم لمدة ثمان ساعة الجهاز يطفو على سطح الماء كما ترى هنا توجد نقطتان لنقل الإشارات من السونار عندما يلامس الجهاز سطح الماء فإنه يعمل تلقائيا ويبدأ بإرسال المعلومات إلى هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي ما هو مساحة المياه أو المكان الذي تكشف فيه هذه الكرة عن وجود الأسماك وما هو العمق الذي تعمل أيضا من خلاله يمكنك أن تلقيه في الماء على بعد قد يصل إلى خمسين قدما أما بالنسبة للعمق فهذا السونار يرسل الإشارات الصوتية حتى لو وجد على عمق يبلغ مقداره مائة وثلاثين قدما تحت سطح الماء وهي تعمل على كفة أنواع المياه الحلوة والمياه المالحة نعم يعمل في الماء المالح والماء العذب وأفضل خاصية فيه هو أنه قد استخدمت خلال عملية صناعاته مواد عازلة جيدة فهو معزول بإتقان لذا بالإمكان استخدامه لصيد الأسماك في المناطق الجليدية ما عليك إلا أن تحفر حفرة في الجليد وتلقيه ومن ثم يطفو على السطح وحينها ترس سمك من تحت الجليد إذن كما قلت الصياد سوف يستخدم هذه الكرة لكشف مكان وجود الأسماك في الماء لكن أين يرى ذلك؟ هل يحتاج إلى ربما جهاز لوحي معه في القارب؟ لو تخيلنا أنفسنا أننا خرجنا للصيد في قارب سنقوم حينها بوضع هذه الكرة في الماء إما بتثبيتها في قاع القارب أو بإلقائها بعيدا في الماء في تلك الأثناء يكون معنا على سطح القارب إما هاتفا ذكيا أو حاسوبا لوحيا وكما ترى هنا فإن السونار المثبت في الأسفل يلتقط الإشارات المرسلة من الأسفل وهذه الإشارات تبين لنا طريق سيرنا وتحدد لنا العمق ودرجات الحرارة وتضع لنا إشارات واضحة عن أماكن وجود الأسماك بالنسبة لنا ونحن في القارب إذن ماذا نرى على هذا التابلس؟ لنتخيل أننا في قارب وطبعا لا يوجد ماء هنا لكن لنتخيل ذلك ماذا تعني هذه المعلومات؟ هنا تستطيع أن ترى غطاء نباتيا من نباتات بحرية كما أنك ترى اللونين البرتقالي والأسود أيضا هنا فكلما أصبح اللون داكنا أكثر فإن ذلك يعني أننا اقتربنا أكثر من القاع الصلب العلامات التي توضح أماكن وجود الأسماك كما تراها هناك في الأسفل توضح تماما العمق الحقيقي الذي توجد عليه كل سمكة تراها فهذه الإشارات مثلا تبين أن هذه المجموعة من الأسماك موجودة على عمق 17 قدما ونصف تحت سطح الماء وهنا في الأعلى في الطرف العلوي الأيمن توجد بعض الإعدادات تبين للمستخدم درجات الحرارة وأبعد عمق توجد فيه أسماك في هذه اللحظة أما الميزات الأخرى المتوفرة فمن ضمنها ميزة الخرائط وحالة الطقس وأوجه القمر وحركة الأمواج التي تسهل لك مثلا معرفة إن كانت عالية أم منخفضة وإن كانت حركة مد أم جزر هل يمكن أن ربما تقوم بفك هذه الطابة أو الكرة ونرى ماذا يوجد بداخلها؟ بالتأكيد عندما تفتح الجهاز من الداخل ترى أنه محاط بحشوة واقية ومواد عازلة للماء تماما أما هناك فلدينا فتحة خاصة يتم توصيل الجهاز بها مع الناقل أو USB من أجل شحن الجهاز عند الحاجة وهذا لاقط إشارات بلوتوث الذي يعمل على نقل الإشارات إلى هاتفك الذكي أو حسوبك اللوحي الموجود معك شكرا لك شكرا لك كما رأينا في هذا التقرير كرة صغيرة تحول تجربة الصيد التي كانت لطالما تتمد على الحظ إلى اعتمادها على تكنولوجيا بسيطة ذكية وصغيرة